موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني من شابتر ثري وهو لي علاقة بالنسب المقوية ونبدأ نفهم مع بعض يعني النسب المقوية وليه بيتم استخدامها أصلا النسب المقوية عشان تبقوا فهمين هي بناتبر ان ساعات في بعض الأحيان ان الناس ما بتبقاش حبة ان هي تسمع أرقام كبيرة فبيتم استخدام النسب المقوية يعني مثلا عصبي مثال انا لو عندي مدرسة وعندي فيها 700 طالب ونجح منها 600 او نجح منها 623 فبالتالي انا مش هقعد اقعد ابص الأرقام وشوف مين نجح ومين ما نجحش ولكن العملية النسبة المقوية بتسهلك عملية التخيل أصلا يعني بمعنى صح لو جيت قلتلك ان 90% من الطالبة نجحت فبيجي صورة في ذهنك ان اكثرية او اكثر الطلاب يعتبر نجحهم ولو جيت قلتلك مثلا عصبي مثال ان 95% من انت شاحن بطارية بتاع موبايلك وصل ل95% ده معناها ان خلاص قرب تتكمل الشحن كله ولو حضرتك مثلا عصبي مثال بتلعب لعبة معينة وانت قدرت تكمل منها 10% بس فبالتالي يعتبر ان انت لسه مبتدئ ولسه ما كملتش اللعبة أصلا فبالتالي النسبة المقوية هي نسبة حدها الثاني هو 100 فعشان كده بنعتبر هي نسبة حدها الثاني يعتبر ثابت وهو 100 فبالتالي لو جيت قلت لحضرتك ان انا عندي 30% ده بنقدر نكتبها في صورة ratio ولو جيت وتقدر تكنسل الزيرو مع الزيرو فتبقى عبارة عن 3 أوفر 10 يعني معنا كده ان 3 لكل عشرة ولو جيت قلت لحضرتك 75% ده معناها ان هي هتبقى عبارة عن 75 على 100 اللي هي هتطلع في الآخر الثلاثة على الاربعة فبالتالي كل نسبة مقوية بتقدر تحولها لفراكشن والعكس هتقولي ازاي يعني لو جيت قلت لك 1 على الاربعة وعايز احول الواحد على الاربعة دي في صورة نسبة مقوية يبقى 1 على الاربعة بدربها في المية اللي هي هتبقى عبارة عن 25% طيب لو افترضنا على سبيل المسال ان انا عندي هنا 3 over 8 ونفس القصة يبقى دي 3 over 8 اللي هي اضربها في المية اللي هي هتطلع معها 37 ونص في المية طيب لو جيت قلت لك مثلا انا عن سبيل المسال ان انا هاخد 55% من 200 جنيه أو فرام يعني 200 يبقى معنا كده ان دي هتبقى عبارة عن 55 على 100 بكتبها بحولها من صورة او نسبة مقوية لصورة كسر او فراكشن يعني 200 وبعدها بتشيل الزروهين مع الزروهين بنكانسل اتشايا راوي فهتبقى عبارة عن 110 طيب لو افترضنا مساء انا عندي 24% وال24% دي انا عايز اكتبها في صورة بسط ومقام او فراكشن فهتبقى عبارة عن 24 اللي هتوصل في الاخر ان احنا بنعمل فهتبقى عبارة عن 6 وطبعا مش محتاجة اقولك ان ممكن تستخدم الآلة عشان توصل لابسط صورة لو افترضنا مساء على سبيل المسال ان فيه مثال قدامنا بقول ان انا عندي عدد طلاب عدد طلاب مدرسة كان عبارة عن 1000 طالب ومنهم 340 ذكور والباقي انس وطالب مني ان يعرف النسبة المقوية للذكور طيب سهلة جدا ونسبة المقوية برضو لانس عشان اقدر اجيب النسبة المقوية للذكور فيه كام ذكر موجود احنا عندنا 340 فهتبقى عبارة عن 340 على العدد كلي اللي هو الالف لان انت عندك المرسة كلها الف في المية يبقى معنى كده 34 في المية ولو حضرتك عايز تجيب نسبة المقوية للانس قدامك حل انت عارف كده كده ان العدد كله بيمثل 100 فبالتالي لو فيه نسبة 34 في المية يبقى الباقي اكيد انس فهتبقى عبارة عن 100% اللي هو المرسة كلها اللي هو مقصمة الجزئين جزء منهم ذكور يبقى اكيد الباقي هيكون انس فهتبقى معنى ستة وستين في المية ياما فيه حل تاني انك تقدر تجيب الاول عدد الانس اللي هو هيبقى عبارة عن الالف وتطرح منه 340 اللي هو كان عدد الزكور لان بالتالي الالف ده عدد طلاب في المراسة كلها فيه جزء منهم صبيان او اولاد فيه جزء منهم بنات فبالتالي يبقى الالف هناخد منها 340 هيبقى عبارة عن ستة ومية وستين لو عايز تجيب النسبة المقوية لبنات بس 660 دي هتبقى مقسومة على العدد الكلي تمام ملتبلاي ترايمز يعني الون هندرد فتطلع معاك ستة وستين في المية لو افترضنا مسلا انا عندي هنا تلاجة ثمنها سبعمية وخمسين ريال عليها خص خمسة وعشرين في المية وجد مقدار الخصم وتمن التلاجة وتمن التلاجة طبعا ايه بعد الخصم او قبل الخصم اي ان كان تقدر تعمل او تقدر تجيب اي حاجة انت عايزة طيب مبدايا قبل اي حاجة انت بيتمك الاتي بيتم ان حاجةك بتكتب بي فور ديسكاونت او قبل الخصم يعني في ديسكاونت في افتر ديسكاونت يعني قبل الخصم في الخصم نفسه في بعض الخصم خلي بالك ان انا عايز اقولك ان التلاجة دي تمنها كان سبعمية وخمسين والسبعمية وخمسين ده كان تمنها قبل الخصم اذا بالتالي اتحطها هنا خلي بالك ان انا عايز اسألك او عايز اقولك حاجة مهمة جدا ان طبيعي جدا ان اي حد كان بيجي كان بيدفع مية في المية من تمنها هتقولي يعني يعني هي سبعمية وخمسين فاي حد بيكون عايز اشتريها بيدفع مية في المية من كوميتها فبالتالي دي هتبقى عبارة عن مية في المية وجي قال ان عليها خصم خمسة وعشرين في المية يعني بيبقى عندنا سطر او السطر الاول ده بيبقى للكيم الحقيقية والسطر التاني بيكون لل يعني ايه يعني احنا لو عندنا هنا السطر الاول ده مخصص مخصص للارقام الحقيقية يبقى السطر التاني هيكون مخصص لل النسب عموما بشكل عام فبالتالي زي ما حضرتك شايف هتلاقي هتعرف ان السطر التاني مخصص للنسبة المقوية يبقى لما نيجي بنشتغل بنشتغل هنكتب ايه او السطر التاني هيكون مخصص للنسبة المقوية وده معناه ان الخمسة وعشرين في المية هتبقى محطوطة عن نفس السطر المخصص للنسبة المقوية تقول ليه تمام فبالتالي او ظن واضح جدا ان في حالة الخصم بيعتبر خسارة هتقول ليه يعني ايه يعني الخصم ده مفيش حد بيحب الخصم الخصم يعتبر خسارة لأي حد فبالتالي كل اللي عليك انك هتيجي تطرح المية في المية من خمسة وعشرين في المية اللي هتعتبر خمسة وسبعين في المية وبالتالي لو عايز تجيب السعر بعد الخصم بتبدأ تشتغل كروس او بتشتغل بالمنظر اللي قدام حضرتك ده فهتبقى عبارة عن سبعمية وخمسين في خمسة وعشرين على المية بمنتهى البساطة وهتطلع معاك اللي هي هيكون تمانها عبارة عن ستمية سبعة وثلاثين ونص ريال طيب مقدار الخصم لو حضرتك عايز تجيب مقدار الخصم قدامك طرقتين ان حضرتك بتطرح ده من الطمن الاصلي فهيطلع معاك مقدار الخصم ياما بتشتغل كروس تاني او بتشتغل مقص تاني فهيبقى عبارة عن دسكاونت او مقدار الخصم هيبقى سبعمية وخمسين في الخمسة وعشرين على المية فهيطلع معاك مية واثناشر ريال ونص طيب خلينا نتفق مع بعض ونبدأ نفهم يعنيه متبينة ونعرف يعنيه اصلا متبينة ونبدأ نفهم يعنيه فترات بصوا عشان تبقوا فاهمين احنا عندنا كزا نوع من فترات ونفهم يعنيه فترة بصوا لو افتراضنا نصع على سبيل المسال ان انا عندي هنا اكس اكبر من او يساوي مثلا على سبيل المسال زيرو وعايز امثل ده بيانيا على الخط الاعداد بصوا هنبدأ من الصفر اللي هو زيرو وتسأل نفسك هو يعنيه اكبر من او يساوي زيرو يعني معنى كده ان الزيرو دي هتبقى عبارة عن يعني مقفولة ولما ييجي يقولك اكبر من او يساوي زيرو يعني معنى كده ان حضرتك هتتجه بس هتتجه للإنفانيتي تقولي يعنيه يعني كل اللي عليك انك في الحالة دي هتتجه للبوزيتف انفانيتي يعني هتتجه في الاتجاه ده هتقولي طب ليه لان معنى كده انه بيقولي ان اكس اكبر من الزيرو طب ما هتيجي تقولي طب ما هلون اكبر من الزيرو او الثو اكبر من زيرو او الثري اكبر من زيرو هقولك تمام طيب هل تقدر تكتب الاعداد دي كلها هتقولي لا فبالتالي دي بنعتبرها ان هي انفانيتي تقوليه تمام طيب بعد كده في عندنا حاجة تانية واللي هي هتكون العكس ولما بيجي امثل دي بمثلها في صورة حاجة اسمها انترفال او فترات طيب اللي هي بتكون عبارة عن ايه بتكون عبارة عن الزيرو بيكون هنا وده بيكون كلوزد فعشان كده بيكون بالمنظر ده وهنا عندنا بيكون الانفانيتي طيب لو افترضنا مساء على سبيل المثال ان احنا عندنا هنا الاكس عايزين نقول ان هي المراضي عايزين نقول ان هي اكبر من الزيرو هيكون نفس القصة هي هي بس المراضي هنا هنكتب الزيرو بس المراضي هيكون open وهتجه برضو نفس القصة للاتجاه ده بس الفكرة كلها ان المراضي هيكون open وطالما open بنحطه في print c ازاي كده وطبعا مش محتاج اقولك ان البازيتي بانفانيتي دايما open وعشان open بنحطها بالشكل ده يعني الحاجة الopen اللي هي مش معاك يعني حاجة مفتوحة يعني معنى كده ان انت بكمل بدون نهاية فهتبقى بالمنظر ده تقوليه تمام والزيرو برضو نفس القصة ان هو open فعشان كده بنكتب هنا zero وبنكتب هنا الفانتي تقوليه تمام طيب لو افترضنا مساء عسلين مساءل عندنا حاجة تانية والx كانت less than يعني اصغر من zero فلما ايجي عبر عنها بعبر عنها بدايتي بيكون zero بس بدل المراضي هنا عندنا اصغر من بس خلي بالك دي اصغر من او يساوي فبالتالي دي هتكون closed طيب لو كانت اصغر من بس وعلمت اليساوي اللي هي موجودة دي ما كانتش موجودة اصلا فبالتالي هيبقى قابل وبعلي كده هتجه للشمال مش هتجه لليمين لانه قال لي ان ال x اصغر من الزيرو وبالتالي هتبقى عبارة عن ان انا هتجه بس في ال negative infinity يعني طالما انا بتحرك ناحية اليمين يبقى انا كده في ال positive infinity ولو بتحرك في ناحية الشمال يبقى انا كده في ال negative infinity ودي حاجة مهمة جدا ولازم حضرتك تكون عارفها فبالتالي لما اجي عبر عنها اللي هي هتكون عبارة عن negative infinity and zero وزيرو خلي بالك ان هو هيكون و لو افترضنا ان هي هي بس المرة دي x less than zero يبقى ساعتها هربر عنها عادي ان الزيرو هنا بس الزيرو هيبقى open وهتجه عادي للشمال وهظلل ده تعالى نبدأ نحل المعادلات او نحل المتبينات وده الجزء المتبكر لنا لو انا عندي هنا x plus 2 more than 7 اول حاجة بتسأل نفسك هل دي متبينة A ليه؟ لان فيها علامة الاكبر من او الاصغر من فبالتالي تعتبر تعتبر هي متبينة ان هم حاجة بنسبالك هي هل هناك علامة الاكبر من او اصغر من فلما تيجي تبص هتلاقي ان فيها علامة الاكبر من او الاصغر من فبالتالي تعتبر دي تعتبر متبينة هتقول ليه تبين طيب هم حاجة بنسبالنا هو ازاي تخلص من التول الموجودة فأظن واضح جدا ان احنا عندنا positive 2 فبنتم عشان نخلص منها بنضيف negative 2 للجنبين يعني انا اول حاجة بكتب المتبينة عادي وبضيف هنا negative 2 وبضيف هنا negative 2 عشان اخلص منها خالص لان ده هيعتبر النظير الجامعي وكده هيعتبر راحه مع بعض يبقى ال x اصغر من سوري ال x اكبر من 5 وكده تعتبر اتحلت هتقولي طيب لما اجي اكتبها في صورة interval او في صورة فترات هكتبها ازاي مبدئيا الفترة خلينا اقولك انك لازم تبدأ بالصغير هتقولي يعني يعني كل مرة حضرتك عايز تكتب فترة لازم هنا تسأل نفسك ايه اصغر حاجة موجودة هتقولي الفايف واسأل نفسك هل هي open ولا closed هتقولي دي مفتوحة لان ما فيش هنا equal لو كان فيه هنا equal فبالتالي كانتها تبقى مغلقة ولكن هنا دي open او مفتوحة لان ما فيش او بنقول عليها فترة غير محدودة لان هنا ما فيش ايه ما فيش equal او ما فيش يساوي فبالتالي بنعمل brand size او cost زي كده وعارف ان ايه الاكبر من الفايف هتقولي يا مستر فيه بقى عندك ال6 وعندك ال7 وعندك ال8 وعندك ال9 وعندك حاجات كتير جدا تعتبر اكبر من اكبر من الفايف فبالتالي يبقى ساعتها هنقول ان هي هتبقى عبارة عن positive infinity والpositive infinity والnegative infinity دايما بتكون open خلينا ناخد واحدة تانية لو عندي هنا 3x more than 18 انا عايز اخلص من 3 فبعمل هنا divide 3 وعمل هنا divide 3 فالx هتبقى اكبر من طبعا 18 divided by 3 اللي هي تتبي 6 ودي معناها ان بدايتي هتبقى عبارة عن 6 ولازم حضرتك تحدد ايه اصغر القيمة موجودة وهي 6 فبالتالي هتبقى 6 وطبعا هو positive infinity وال6 طبعا بالنسبالي open لان ما فيش علامة اليساوي او equal يعني فبالتالي دي هتبقى open وطبعا نعرف ان infinity دايما open خلينا نروح لحاجة تانية عندي هنا 2x minus 5 less than or equal to 3 كل اللي على حضرتك انك هتعيدها تاني ادي 2x minus 5 ودي less than 3 طبعا انا عايز اخلص من negative 5 اللي موجودة فبستخدم عكسها بس للطرفين للجنب الشمال والجنب اليمين فبالتالي ده هيروح مع ده انا بستخدم الحاجة اللي تخلي ال x تبقى لوحدها فهتبقى عبارة عن 2x less than or equal to 8 ها كده اتحلت ولا لا هتسأل نفسك هل كده اتحلت ولا ما اتحلتش طبعا واضح جدا ان هي لسه ما اتحلتش لان باختصار انا عندي هنا لسه فيه coefficient يعني لسه فيه رقم موجود وانا عايز اخلص منه فبالتالي هعمل هنا divide 2 وهعمل هنا divide 2 فبالتالي يبقى ال x هتبقى عبارة عن كام يبقى ال x هتبقى اصغر من او يساوي الفور وبالتالي خدت بالك ان الفور هنا closed فلما باجي اكتبها باكتبها وطبعا ولكوس او بيبص لها بس لازم تسأل نفسك هو ايه اصغر حاجة موجودة خلي بالك ان العلامة مش بصة لل x يعني معنى كده ان هي اصغر من ال x يعني معنى كده ان هي negative infinity وطبعا مش محتاج اقولك ان negative infinity دايما open فبالتالي هيبقى شكلها بالمنظر ده لان خلي بالك يا جماعة انا لو عندي مثلا اصغر اكبر من 3 واصغر من 9 وحضرتك عايز تكتب interval او عايز تكتب فترات فبتكتبها كالقاتي ايه اصغر حاجة موجودة اظن واضح جدا ان اصغر حاجة موجودة هي 3 فبابدأ ب3 وبعد كده بابدأ من 9 طبعا 3 لو اخدت بالك مفيش علامة ليساوي ولا عند 9 فبالتالي بنحط كوصين بالمنظر ده ولو هي هي وعندي هنا x بس عندي اكبر من او يساوي 3 واصغر من او يساوي 9 يبقى ساعتها هتبقى 3 و9 واظن واضح جدا ان انا بدأت بالصغير الاول ماينفعش ابدأ بالكبير وهنا هيكون خلينا اقول واحدة تانية لو الاكس اصغر من سالب 3 او الاكس اقل من او اصغر من فبالتالي دي معناها ايه الارقام الاصغر من هتقولي فبالتالي جميع الارقام او كل ما تتجه للاحية اليسار هتلاقي ان الارقام اصغر من هل يمكن كتابتها كلها هتقولي لا مش هقدر فبالتالي انا بتعامل دلوقتي اول ما بتلاقي العلامة يبقى معنا كده ان اصغر من او اكبر منه وعندك طرف واحد بس او اكس بس موجودة في طرف واحد وما فيش غير طرفين يبقى ساعتها هتضطر تستخدم يا positive infinity يا negative infinity لو العلامة بصة للحرف يبقى ساعتها هتستخدم positive infinity لو العلامة مش بصة للحرف يبقى تستخدم negative infinity طبعا واضح جدا ان العلامة مش بصة يبقى انا هستخدم negative infinity ومش محتاجة اقول لك ان هي دايما ايه دايما open وهدي بس المرة دي هتكون لان في عندك علامة حاجات بسيطة او سهلة ومش محتاجة بس محتاجة ان انت تركز فيها بس مش اكتر تعالى نحل ايه تعالى نحل حاجة تانية وبعض الاحيان محتاجين ان احنا ايه محتاجين ان احنا نرسم لما بيكون عندي مسلا انا سأسمي مثال جي قال لي هنا x over 3 plus 1 over 2 more than or equal to 5 over 4 طيب هنا الفكرة كلها ان احنا عندنا مقامات كتيرة وانا قلت لحضرتك انك لازم تسأل نفسك اين الرقم اللي هنا ممكن اضرب جميع اطراف المتبينة فيه وبالتالي يتحول ان انت تخلص من جميع الدينامي نيدرز اللي موجودة وتخلص منهم كلهم طبعا اكيد واضح جدا ان انت بتدور على عدد يخلصني من جميع المقامات اللي موجودة وهو 12 طيب هنضرب جميع اطراف المعادلة في 12 عشان نخلص منهم كلهم ولو حضرتك عايز تعرف انا جبت 12 ده ازاي ده اسمه LCM وهو حاجة بتمكنني ان انا اخلص من جميع المقامات يعني لو حضرتك جبت المضاعفات بتاع السري هتعرف انها 36912 ولو جبت المضاعفات 2 هتعرف ان هي عبارة عن 24681012 ولو جبت المضاعفات 4 اللي هتبقى 4812 فاظن واضح جدا ان اول حاجة اشترك فيها التلاتة هو 12 فيعتبر 12 هو اللي باخده وبدرب بقى x over 3 في 12 عشان يخلصني من المقام ده وبدرب من 1 over 2 في 12 وبعد كده 5 over 4 برضه في 12 فاظن ده هيبقى عبارة عن 12 divided 3 هيبقى 4x وهنا 12 divided 2 هيبقى 6 وهنا 12 divided 4 هيبقى 5 هيبقى 3 و 3 times 5 اللي هو هيبقى 15 طيب تمام حلو جدا هعمل ايه بعد كده كل اللي عليك انك هتحرك او عايز تخلص من 6 اللي موجودة يبقى 4x plus 6 وهدي ايه more than or equal to 15 هعمل هنا minus 6 وهعمل هنا minus 6 يبقى 4x انا طبعا خلصت من الاتنين يبقى 4x اللي هتقل معي 15 minus 6 اللي هتبقى عبارة عن 9 بعد كده هعمل هنا divided 4 وهنا divided 4 يبقى x more than or equal to 9 over 4 ولما باجي امثلها او ارسمها انا بمثل 9 over 4 وبعد كده بقولي الـ x اكبر من او يساوي لان فيه علامة ليساوي بقى معنى كده ان هي هتبقى closed وبعد كده هتجه في ناحية اليمين اظن العملية سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة بس هالفكرة كلها ان انت ايه لازم يعني تتدرب اكتر وان شاء الله مع الوقت هتبدأ تفهم اكتر واكتر فيه حاجة لازم تعرفها وهي القيمة المطلقة القيمة المطلقة باختصار هي عبارة عن ان بيكون لو عند حضرتك رقم نيجاتف بيتحول لبازاتف هتقولي يعني ايه يعني لو افترضنا مثلا هسابي مثال ان انا عندي قيمة مطلقة معينة اللي هي قيمة مطلقة للسالب 7 القيمة المطلقة كل اللي عليها ان هي بتحول اي عدد سالب لعدد موجب هتقولي طب ليه لان بيختصار الفكرة كلها مبنية على انه بتقولك ان انت لو حضرتك القيمة المطلقة لعدد سالب 7 دي معناها المسافة من رقم سالب 7 لغاية الزيرو هو ما عندناش مسافة بتطلع نيجاتف فبالتالي كل اللي عليك انك بتحول النيجاتف تخليه بازاتف ولو كان بازاتف زي كده بتسيبه زي ما هو بازاتف دي معناها قيمة مطلقة هتقولي تمام طيب لو بتيجي ازاي او شكلها عامل ازاي بصوا بقام كل اللي عليك ان بيجي زي كده y-2 طبعا في قيمة مطلقة زي ما حضرتك شعيف هتقل معي 7 خلينا اقولك ان انا في الحالة الاولى دي كان عبارة عن ارقام بس لو جي قال لي مسلا عسبي مثال ان القيمة مطلقة لx عبارة عن 7 هنا بتفترض افتراضيين ان الx يا اصلها كان عبارة عن 7 تاني لو عندي هنا قيمة مطلقة لx وهي عبارة عن 8 ده معناها ان الx كانت عبارة عن 8 يا ام عبارة عن نيجاتف 8 هتقولي تمام يعني مسلا عسبي مثال لما بيكون عندي حاجة زي كده اعملي هنا بنفترض جزئيتين الجزئية الاولى ان الy-2 هتقل معي 7 عادي جدا والجزئية التانية ان الy-2 هتقل معي 7 وبنحلها بناءة على الاثنين دول يبقى دي الy-2 وطبعا هنا بضيف 2 ودي اللي هتقل معي 7 plus 2 يمع معنى كده ان الy هتقل معي 9 وده الحل الاول يمع بعد كده هتبقى y-2 plus 2 اللي هتقل معي 7 plus 2 يمع معنى كده الy هتقل معي 5 يمع الحل الاول يمع معنى كده ان الy هتقل معي 9 يمع الy هتقل معي 5 ويبقى كده احنا حلناها في الجزئين او في الطرفين والموضوع سهل جدا وبسيط خالص وبالتالي يعتبر احنا خلصنا الشابتر ده وان شاء الله نشوفكم على خير في الشابتر اللي جاي اشتركوا في القناة